موسيقى دماء خفيف وحتسعيدنا بإذن الله لكن من الفقرات اللي هتفضل دايما معانا إن شاء الله في نوجا شو هي أول فقرة نوجا تيبس أنتريكس نوجا تيبس أنتريكس طبعا مخصصة للسيدات الجميلات كل مرة بقول لهم فكرة أو معلومة أو نصيحة عشان تبقى أحلى وأجمل وشكلها أليجنت أو شكلها شيك النهاردة بقى بخاطب شريحة كبيرة جدا من المتابعات بتوعنا والحقيقة بعد فكرة الحظر وبعد القصة اللي كنا فيها الفترة اللي فاتت دي كلها الشريحة دي عمالة تجبر الشريحة دي هي شريحة الجميلات ممتلئات القوام النهاردة نوجا تيبس اللي هتكون معانا هتنتكلم شوية إيه الحاجات اللي انت ممكن تتجنى بيها في اللبس بتاعك بحيث إنها ما يظهرش إن كنتي مليانة قوي أو ما يظهرش العيوب اللي موجودة في جسمك كمان هنقول إيه اللي نلبسه عشان نبان أرشق وشكلنا منمق أكتر ويداري اللعيب اللي هو الامتلاء طبعا النصيحة الأولى هنتكلم عليها طبعا في الفقرة لازم كلنا نخس وأنا بحاول أهو معاكم كل يوم أو كل حلقة إن إحنا يبقى معانا فقرة أو معلومة إحنا إزاي ننزل شوية في وزننا الفقرة التانية هي مكملة الحقيقة للفقرة الأولى الفقرة دي أنا وعدتكم بارح يمكن لما عملنا الإعلان عن الحلقة إنها حتكون أغلبها للممتلئات القوام فحيكون الفقرة التانية هي فقرة مكملة لنوجا تيبس حيكون معانا فاشن شو بس حيكون مصور الحقيقة أنا اللي صورته لكل مرة دي لإني زي ما إنتوا عارفين كده أنا بحب أصور الحاجة بتبقى واخدة كتير قوي من روحي خاصة إن أنا ببقى مختراها ببقى مخترا الألوان ببقى مخترا الدزاين فمعلش باتقل عليكم شوية وبصورها لكم بنفسي فحتلاقوا صور مصورة لكولكشن جديد من نوجا ستور ومخصص المرة دي للممتلئات ده المطلب الدائم والرسمي من المتابعات بتوعنا عايزين يا نوجا مقاسات كبيرة عايزين مقاسات فتفاضة فالشور النهاردة أو السور النهاردة للكولكشن الجديد لحاجات كتير مش مقاسات كبيرة يعني بتبتدي مثلا من مقاس 42-44 ممكن تفصل لغاية 54 فحتلاقوا كتير حاجات حلوة وتمشي مع التبس اللي نوجا هتقولها لكم ازاي بشكلك صحيح ممتلئ بس شكلك حلو وممشوق الفقرة التالتة بقى فقرة لطيفة جدا انا شخصيا مستنيها بقالي فترة معانا سمية جمال هي واحدة من الميكاب أرتست المعروفين جدا وكمان غير انها ميكاب أرتست هي برضو احد مشهور جدا على السوشيال ميديا لها متابعات كتير اوي يمكن معاديين تقريبا الـ 200 ألف 250 ألف فمعنا كده ان كتير من المتابعات عندي ممكن يكونوا يعرفوها كويس سمية هي اللي عملالي النهاردة الميكاب يا رب بيطلع حلوة على الشاشة وكمان هتكلمنا في حاجة مهمة جدا 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 اللي هي العناية بالبشرة السؤال ده بتسئله في كل لايف بطلعه او في كل حلقة النهاردة سمية هتقول لنا شوية أجوبة وتساعدنا ازاي يبقى شكل بشرتك حلو ونظر نطلع فاصل ونرجع مع نوجا ونوجا تيبس ورجعنا لكم تاني في نوجا تيبس الحقيقة الفقرة دي هي تريكس او بيسموها ايه حاجات كده يعني بنعملها تاتشات بسيطة عشان داري لو جسمي ممتلق وعايزة اداري جزء منه ابان ارفع وابان ممشوقة اكتر هقول لك شوية نصايح كده لو عملتيها بجد شكلك هيبقى صحيح حلوة وممتلقة بس مش هيبقى فيه دفو واضح وصريح اول حاجة هنتكلم عليها هي نوعية الرسم اللي بيبقى موجود او النقش الموجود على اللبس عايزة تلبسي بلاوز معينة او فستان ارجوكي 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 بلاش الحاجات الكبيرة بلاش النقش الكتير اللي لو انت مليانة ما تلبسيش اي حاجة عليها نقشة كبيرة لا وردة كبيرة ولا شجرة كبيرة ولا عصفورة كبيرة ولا اي حاجة تديكي امتلاء اكتر يعني اي حاجة كبيرة يبقى ايجي عنها اي حاجة تبقى ايجي عنها تكون حجمها كبير ممكن تلبسي حاجات سادة سادة موحدة اللون من فوق وتحت يعني من فوق لتحت حاجة سادة هتقلل كتير من مش هتخلي العين تروح وتيجي كتير على لو انت ربسها رسمة كبيرة ابعدي تماما 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 اي حاجة فيها مربعات لا صغيرة ولا كبيرة المربعات يا جماعة دي معمولة للنحيفات ومش اي نحيفات مش الوحدة الرفيعة الرفيعة بالزيادة المربعات بتعرض وبتكبر الحجم جدا لا تلبسي حتى لو طلع موضة مش اي موضة بتليقى على كل الناس الموضة دلوقتي فيه كتير اوي موضة مربعات وكروهات بالعرض وكروهات بالورد ابعدي خالص عن الكروهات لا من فوق ولا من تحت لا بانطلون ولا شميز يكون مربعات المقلمات في ناس كتير بتحب المقلمات وطلع موضة برضو بس لو انت ممتلئة ابعدي عن المقلم بالعرض لا مقلم رفيع ولا مقلم عريض البسي دايما المقلم بالطول لو انت حب المقلم قوي البسي اللي هو بالطول ويكون رفيع الخط الرفيع بيدي طول وبيدي رفع نيكي بقى للقصات ابعدي عن اي طبعا اغلب الاجسام في الوطن العربي بتكون ممتلئة خصوصا في منطقة الوسط فتبعدي تماما عن اي حاجة او حتى منطقة السدر تبعدي اي حاجة تشد الانتباه للمنطقة اللي انت عايزة تدريها يعني مثلا لو انت ممتلئة من عند الوسط او البطن ما تلبسيش حزام ابدا ابدا تبعدي عن فكرة الحزام حزام موضة وجميل وكل حاجة لكن ابعدي عن الحزام عايزة تلبسي حزام البسي حزام اللي هو فيه ستايل كده اللي هو بيشد شوية بيبقى عامل زي القستك شوية وده هتلاقوه كتير في الكلكشن بتاعي بحبه لانه هو بيزبط منطقة الوسط بلاشت حزام الرفيع وتيجي عند اعرض حتة في وستك وتروحي حتى حزام الرفيع حيشد العين على طول لمنطقة الوسط كمان بلاشت تعملي الحاجات اللي هي يعني القصة بقى بتاعت اللبس نفسه القصة حاولي ما تلبسي حاجة تلبسي حاجة تطول وترفع المنطقة اللي فوق دي ما تلبسيش ما تلبسيش حاجة لا هاي نك باديش تماما عن الهاي نك طبعا انا مقدرة ان فيه كتير محجبات معانا وبيحبوا يلبسوا يقفلوا الحتة دي ويربطوا مثلا لسكارف بتاحهم بس الهاي نك لو انت مليانة هتعملك منطقة الرقبة ومنطقة اللي بيسموها اللي هي اللغد دي هتكبرها وتظهرها اكتر ما تلبسيش المدور برضو اللي هو السابرينا اللي بيسموه السابرينا برضو بيدور وبيكبر منطقة الصدر حاولي تلبسي الحاجات اللي هي فيها الفي اللي هي الكات بتاعت الفي بتطول المنطقة دي مش هنرمي لبسنا فعندك بلوزة مثلا مدورة من فوق مش هنرميها هنلبسها برضو مفيش مشكلة بس تعالوا نشوف ايه الاكسيسرز اللي ممكن تلبسيها بقى لو انت ممتلئة حاولي تعتمد على السلاسل الطويلة اللي واخدها شكل الفي بلاش الكوليهات مثلا اللي على الرقبة المدورة القسيارة البسي سلسلة طويلة تديك احساس الفي وتطول المنطقة دي وترفحها الحلقان الحلق بتاعك بلاش اكيد ما دا ممتلئة حيبقى وشك ممتلئ مش معقول انت مليانة ووشك رفاية فالطبيعي انك تلبسي حلق يكون طويل يطول منطقة الوش ويرفعه بلاش الحاجات بلاش الحاجات المدورة لانها هتدرى اكتر لوشك المقاس ما فيه تختاري المقاس فيه ناس كتير اوي بيعملوا الغلطة دي طبعا انشان انا متواجدة في محل بشايفة الناس جاية بتختار ايه هي بتختار مقاس اصغر من مقاسها فاكرة ان هي لما هتلبس بانطالون دي او بادي دي او شميس دي ان هي حتبان ارفع فدي خلطة يعني غلطة كارثية بنعملها كلنا بتبين كل عيوب الجسم الديق بيبين كل الديفوهات وكل العيوب الموجودة في الجسم وبينك ادخن مش بيرفعك خالص وعلى العكس فيه ناس كتير بيجولي برضي قولوا لي يا نوجا انا حاخد حاجة واسعة اوي بقى عشان اعمل كوموفلاش محدش ياخد باله مني ومحدش ياخد باله من تخني فتلبس حاجة واسعة اوي عليها اللي هو بيسميها الاورسايز الاورسايز ده بيتخن اكتر بيديكي تخن ومساحة من المكان اللي حواليكي اكتر طب نعمل ايه نوجا نلبس ايه دايق ولا واسع البسي مقاسك بالزبط شوفي انت مقاسك كان بالزبط وما تكسفيش منه والبسي لا تجيبي اصغر ولا تجيبي اكبر كمان اتكلمنا على انا نتكلم كمان على الشوز شوفي اني في حاجات كده بسيطة ممكن الناس ما تاخدش بالها منها بس فعلا بتفرق في الشكل لو انت مليانة ابعيدي عن الجزم المدورة الجزم المدورة دي بتخليكي مدمليكك كده ورجلك كمان شكلها مدور وانت مليانة فانت مش عايزة الشكل ده البسي الجزم المسحوبة اللي هي الpointed اللي بيبوس شوية تدي رفع لشكل رجلك وتطول المنطقة دي كمان ما تربسيش الكعوب اللي هي بلكي بيسموها بلكي يعني ايه يعني اللي هي تخينة زي الوجي مثلا فيه الكعب اللي هو قطعة واحدة ده كتير قوي لو انت مليانة تخيل من شكل كده انت مليانة ولبسها جزمة عالية وبواج عريض او بكعب عريض حيبقى كله كبير كتير جزمة كتيرة وانت كتير ابعادي عن الجزم اللي بالشكل ده طيب نخش كمان على القمشة نوع القمش نوع القمش بيفرق جامد قوي وبيأثر في العين وهي شايفاكي تقدر تحدد انت مليانة ولا رفيع او بتديها ايحاق بايه البسي القمشة النعمة السوبل سوبل يعني ايه يعني مهدولة مهدلة كده بلاش يعني نبعد مثلا لو احنا في الشتاء مثلا ابعادي عن الصوف البلوفرات اللي هي بالغرزة الوسعة الكبيرة قوي لانها بتزوج كذا سنتي فوق حجمك تلبسي حرائر البسي شفونات البسي اقطان نعمة ابعادي عن مثلا الارجانزة كلنا عارفين الارجانزة بتعمل فوليوم بتعمل حجم ابعادي خالص الحاجات دي كلها للناس رفيع طيب كمان الشعر وقصته وشكله بيفرق في اللوك بتاعك لو انت مليانة ابعادي عن اي حاجة فيها ويفي سواء شعرك او بروكة ما تعتمديش على اللوك اللي هو الشعر الكتير وويف كتير او حركات كتير في الشعر بتدي ضخامة لوشك وبتدي ضخامة لجسمك كله كمان في القصة نفسها حاولي تاخدي القصة الوسط لا الشعر الكتير قوي ده بيتخن ولا الشعر القصير اللي هو بيسموه على جرسون اللي هو على الوش برضو بيظهر قوي دوران وشك والتخن بتاعه حاولي تخلي شعرك في الوسط نفس القصة لو محجبة بلاش الطرح الكتير او اللي هي كزراء وكزا ومساحة كبيرة ده برضو حيتخن حاولي تعملي الستايل اللي هو الاسبانيش او الطرحة اللي من جوه الهدوم مايبقاش كتير دي كانت نوجة تيبس النهاردة اظن انها وافية وكافية كنت كمان هزود عليها حاجة هي الميكب بس حاسبها ونتكلم مع سمية فيها لما تشرفنا باذن الله كمان الممتلئة بتاع الوش دلوقتي هنطلع فاصل وحنرجع مع حاجة فقرة فيها كولكشن كامل من نوجة ستور عن ممتلئات القوام هيكون فيها حاجات كتير من اللي نوجة قالتها النهاردة من انواع القمشة والقصات تابعونا بعد الفاصل مساء الخير ازايكم معاملين ايه انا نوجة صاحبة محل نوجة ستور وفاشن ادفايزر والنهاردة واخداكم بجولة في المحل بتاعنا تتفرجوا على الكولكشن كله الاهم من الكولكشن انكم زلتوني في المحل وشوفتم الميني ستوديو بتاعنا اللي بنصور فيه كل الشوز بتاعتنا كتير او ان الفانس بيحبوا يشرفوني بس عشان نتعرفوا على بعض وتصوروا مع نوجة قدام مريدها ورجعنا لكم تاني والنهاردة فاشن شو مختلف الموديل معنا النهاردة هي نوجة خاصيا اه مختارا لكم حاجات حلوة قوي اوورسايز مش اوورسايز بقاسات كبيرة تناسب لغاية مقاس اربعة وخمسين خلينا نتفرج على الصور وعلق معاكم عليها واشرح لكم موديل موديل اوورسايز الشكل والاسفر والاسفر من الالوان اللي بتليق جدا على بعض وندخل على حاجة بقى اقوى البونشو الطويل ده ده بقى قصة تانية ده اولا لانه سادة فطبعا مش هيبين اي تخن ولا اي امتلاق في اي مكان عليه حركة زي ما قلنا ان دايما تختاري السادة ويكون فيه حركة بسيطة فيه شوية شغل كده على السدر من اللولي ومن الفصوص الشوارفاسكي موديل ولمعة حلوة مش عارفة واضحة ولا لا بس هي فيه لمعة كده عند السدر برضو اخد قصة الفراشة فمش مبين اي دفو في الجسم ينفع يتلبس بونشو طويل على بانطلون ستريتش مثلا طبعا ده ما يتلبس تحتيه ابدا اي حاجة واسعة لو جيبة واسعة ولا بانطلون واسع حاجة سلم حاجة رفيعة او ممكن يتلبس كفوستان لو انت قصيارة زي حالاتي كده في الصورة هتلاقيه وصل لغاية قبل الادم على طول فينفع يتلبس كفوستان طبعا اللون الموف ده حكاية في منه كل الالوان في منه المو في منه الأورنج في منه الأزرق الالكتريك بلو كل الوان الموضة وهنا لابسة عليه كمان شنطة عشان تفتحه شوية بالمناسبة برضو الممتلقة تلبس شونة وسط لا تلبسي شنطة كبيرة تخانك وتزود وزنك ولا تلبسي حاجة صغيرة تبق انتي كتير والشنطة صغنانة كده لعبة ما بتبقاش حلوة فالشنطة الوسط اللي موجودة في الشو النهاردة مناسبة جدا للممتلقات القوام ننقل على الصورة اللي بعديها ده بونشو تاني بألوان تانية ألوان بقى الأزرق مع الفوشية الفوشية مع الأزرق طبعا اختراع اختراع السيزن ده وأكدت اللوك بشنطة فوشية برضو ميديم سايز أو الحجم الوسط شايفين الفوشية مع الحز بتاع البونشو ده لونه فوشية فحلو قوي ومأكد صارخ اللون الأزرق وصارخ اللون الفوشية اللي موجود الموديل ده أولا طوله حلو يعني شايفين مواصل لغاية قبل الرجبة بشوية وكمان ألوانه كلها برايت أنا مش جايبها لكم النهاردة أي حاجة لا سودة ولا بني ولا بيج ولا الألوان اللي مصري كلها بتلبسها النهاردة ألوان نوجة مميزة جدا خلينا نشوف الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها اختراع بقى اختراع يا كوتش ده الأحمر مع الهفان ده بنشو ستايل مختلف البنشو ده مربع شوية وقصة الدراع كمان أو قصة الكم مختلفة شايفين وانا فردة ايدي كده باينة هو الدزاين هو من عالسدر ألوان درجات الهفان والباقي أحمر واخترت له ان انا امسك عليه الشنطة الحمرة فطبعا عاملة كنتراست رهيب لابسة عليه ده اللي قدت بحكي لكم عليه في نوجستيفس الرقبة بتلاقوها شوية مدورة فانا عايزة ده هتلبسه حد ممتلئ شوية فلبست الكوليه الطويل واخد السدر كله طويل فمدي شكل الفي معيني لفسها هو باين هنا قوي معيني لفسها مدور لكن حطيت اكسيسوري سلسلة او كوليه طويل فمدي طول للمنطقة ورفع وطبعا الشنطة الحمرة وبرده ميديم سايز زي ما انتوا شايفين كده بنشو حكاية واخد العين باللون الاحمر وفي منه الوان كتير بس انا اخترت النهاردة الاحمر عشان يمشي مع الشنطة في منه الاخدر وفي منه الاسود في الهفان الاجن جدا والشنطة كمان حجمها حلو جدا ننقلع الصورة اللي بعدها بصوا بقى بصوا بقى فاكرين صباح فاكرين صبوحة مكتب تلبس الستايل ده اللي هو زي الفراشة كده ساعات ساعات لفسه الديزاين ده الديزاين ده شبه الديزاين من حد معروف جدا اللي هو طبعا فرزاتشي واخدين البرينت بتاع فرزاتشي اللي هو الاصفر الجولد شوية مع الاسود وعلى السدر ما عرفش الشاشة مبينة ولا لا بس على السدر فيه ستراس صغير ستراس صغير او فصوص صغيرة ومسك عليه بقى الشنطة الصفرة عشان يعمل كنتراست مع الشغل الاصفر والاسود اهو وبرضو الشنطة ميديم سايز البنشو ده او الدراس بص ده يمشي عباية يمشي فستان مصيف على البحر يمشي بنشو طويل يعني كل واحدة هتعرف توفقه تلبسه بكذا شكل طبعا ده عليه مثلا لو انت محجبة وتلبسي عليه سكارف اصفر او اسود حتى اسود هيبقى حلو جدا اه فخلينا ننقل على الصورة اللي بعدها ده في منه الوان كمان فيه ده ده بنشو خطير بقى لانه ماشي مع الموضة جدا احنا قلنا الموضة الليزار او الانيمال برينت بس هنا الانيمال برينت مش صارخ ومش واضح قوي اه متداخل كده في الالوان ده بنشو لونه اصفر في بني مع الازرقات درجات متداخلة مع بعضها كلها تفاصيل صغيرة اه مش مش مكبرة لحجم ومش مزودة وفي نفس الوقت مدية لوك فراحي كده وبرايت اه وطبعا حطيت الشنطة الصفرة لاني لقيت اني انسى بحاجة تأكد اللون بتاع البنشو اه زي ما انتم شايفين كده وبعدين نقلنا على واحد تاني بس انا مش شايفة الحقيقة نفس النقشة بس لون تاني الازرق مع البني برضو في رسمة الليزار ودي موضة جدا الليزار اللي هو زي التعبان زي نقشة جلد التعبان كده وداخل معاه الوان الازرق وطبعا التركواز مع البني ده يعني لا يختلف عليه اتنين نرجع بقى للالوان البستال دي بلاوز واسعة عشان ما تبينش التفاصيل اوي هي بين البلاوز وبين البونشو وقت ده دركتين لوني طبعا تلبسها رفيع وتلبسها المليانة انا هنا قررت اني هتلبسها حد رفيع شوية فامسكت عليها شنطة صغيرة عشان بس ما تقولوش ان الشنطة هنا صغيرة الشنطة لونها النوت الروز النوت طبعا ماشية مع البلاوز جدا البلاوز تلات الوان ديجرادية الابيض مع الجري مع الروز الروز والجري طول عمرهم يعني ما بيجتمعوش غير ما بيكونوا عنوان للشياكة فاللونين مع الشنطة الشنطة دايما بتأكد اللون اللي انت عايزة تأكديه في اللوك بتاعت دي بلاوز بقى لطيفة جدا لانها قطن كل دول مبطنين على فكرة يعني لو تلاحظوا كلهم دابل يعني تلاقي البلوزة وتحتيها البطانة بتاعتها عشان ما تطريش تشتري بادي او تجيب لها بادي وتعري تحطي لون ايه اللي تحتي البلاوز دي عليها لون الباستال وردة كده بالباستال البلاوز دي معمولة من قماش القطن الشبك الشبك طلع برضو من الحاجات الترندي جدا وفيها شوية كده زي بايات صغير اوي من اطور في البلاوز كلها مجرد ميدي ضاي البلوزة بقى دي اللي معانا النقشة بتاعت الريشة الريشة المسحوبة احنا زي ما قلنا في الاول قلنا تاخد دي حاجات عليها رسومات مسحوبة بلاش الحاجات اللي هي كبيرة او مدورة او تبين التقن الريشة رسمة الريشة بتناسب اوي الممتلئات اللون هنا على اللون الباستال الاخدر الباستاش الفاتح ومسك عليه الشنطة الباستاش برضو نفس اللون بالزبط بتاع الريشة اللي موجودة في البلاوز فاللوك كله تحسوا انه هو زي ما يكون البلوزة معمولة مع الشنطة يعني مش هو بس بنوفق حاجة مع حاجة تحس ان هي بتاعتها نفس القصة هنا ده بنشوه طويل او عباية او فستان او زي ما حتلبسي كل واحدة بتوفق ده برضو اخت شكل الريش اسود مع الاخضرات مع الازرقات شوية ومسك عليه نفس الشنطة الخضرة الباستاش عشان تظهر انا هنا عايزة اظهر اللون الاخضر ممكن تكون انت عايزة تظهر اللون الاصفر فتستخدمي شنطة صفرة هو مالتي كالر يعني البنشو فيه كذا